عايزة أقول لكم في جملة منتشرة جداً على السوشيال ميديا اليومين دول بتتقال كده لما حد يجي يعمل حاجة كويسة فتتقلب عليه أو تقذيه أو تقذي حد قريب لي يعني ساعتها الناس بتقولوا ايه؟ جون جامد جداً بس انت دخلته في نفسك مش في مرمى الخصم انت بتعمل ايه؟ وده اللي حصل في حكايتك يا ياسمين لما تصرفتي صح وروحتي لدكتور نفسي عشان يساعدك لكن احنا نرتب أفكارنا ونخلي حياتنا بشكل سليم حولتي قصة العلاج لمأساة جديدة ومشكلة مما شكلك خليتي الدكتور النفسي المفروض ان هو يساعدك طرف في المشكلة بيتهيق لي الدكتور دلوقتي مش عارف يعمل ايه؟ محتار مش عارف بقى طب يكمل علاج معاكي وما يتخلاش عنك ولا يسيبك ولا يعتذر ولا يوديك الدكتور تاني ياسمين انا مبسوطة منك جداً باحترم وضوحك صرحتك مش بس في حكايتك الأخيرة مع الدكتور اللي حبتي لأ مع كل تفاصيل حياتك الناس اللي تخطبت لهم وسبتيهم وسبوكي رجالة متجاوزين اللي علقتيهم بيكي وعايز اقولك انه بخبرتي ببسيطة اللي قد كده اقدر اقولك ان المشكلة الاكبر في كل حاجة حكتيها فيكي انتي قبل ما تكون في اي حد تاني عشان انتي عملتي ايه؟ خليتي ان شخصيتك تكون مليانة التناقضات دي هي اللي عملت سوقك وتتحكم في حياتك مش انتي اللي بتتحكمي فيها حبك الفضيع لممتك وفي نفس الوقت كرهك لتصرفاتها معاك وانه مش بتحضنك ومش بتقولك بحبك وان انتي مش قادرة تتعاملي لحد النهاردة او تتقبلي وفاة خطيبك الأولاني وفي نفس الوقت جريتي اتخطب تاني قبل ما هيل او قبل ما تعافى بدل ما نحلم مشكلة؟ لأ بنورد نفسنا في مشكلة جديدة حتى في حبك الاخراني ده للدكتور النفسي انا عن نفسي ما قدرش اقول عليه انه هو حب ممكن اسمه احتياجي حبيبتي يعني انتي مثلا حبيتي نفسك فيه حبيتي انه هو مبسوط بالانجازات الصغيرة بتعمليها دورتي على النقصك في حياتك وحطتيه في شخصيته هو مهتم وعلى طول موجود اعتبرتي انه هو البطل بقى هيخلصك من كل حاجة انتي فيها مفتاح المشكلة الحقيقية زي ما بيقولوا عندك انتي مش عند حد تاني اي انك انا هو مين ما تحبي نفسك يا سمي ما تحبي نفسك بتعلمي ازاي تبستي من غير ما تكوني مرتبطة او من غير ما تكون ساعاتك مرتبطة بيد ناس تاني انا مقدرش عايش من غيرهم لو مش وسبوني هموت لازم نتحكم في مشاعرنا نتخلص من روح البنت المراهقة او اللي على طول محتاجة او لزقة لحد اللي جواكي وساعتها هتبقي نضغتي هتعرف تحبي صح تختاري صح انتي محتاجة ايه ومش محتاجة ايه حياتك هتبقى في ايدك مش في ايد حد تاني مش صح اللي بتعمليه كله مش صح وخلي بالك غصبنا عننا يوم ما بنتعلق بحد اكتر من ربنا سبحانه وتعالى ربنا ما بيخلهوش لانه دايما يقولك لو عايزة تتعليب حد تعليب ربنا حبي حد في الله عشان ربنا يخلهولك بس انتي عملا بتعملي ايه اجري من هنا واعمل هنا واكلم رجالها متجوزين وبعد كده ضميري يقنبني فاقولهم لأ انتوا ازاي بتشتنوا في امراضاتكو ازاي مش عارف ايه ياسمين حبي نفسك حسينك حلوة لانه البنات اللي بتعمل كده بتبقى عندها يعني ما عنداش سخاف نفسها فحس ان هي عايزة تسمع كلام حلو او عايزة ان هي تبقى احلى من مرات الراجل ده فاتكلم الراجل اما تجوز او تكلم مش عارف مين او مثلا تروح تتخطب او تعمل ولا قصة من قصص اللي حكتيها حلوة خالص ولا تنفع سمعتي معانا نصايح دكتور حمودة في الفقرة اللي فاتت وسمعتي كلمي دلوقتي ومش قصدي ان انا كون جامدة عليك ولا ان انا بقسي عليك ولا نشفى معاك والله بس انا بقولك حاجة ليك وهتفكريها وهتبقي تدعيلي في يوم الايام تولي قالت لي كلمتين لله واستنى منك رسالة عشان خطري طب منيني فيها عملت ايه واستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمع قصة ياسمين هل حصل قبل كده انو حد يروح لدكتور نفسي ممكن يوعى في حبه طب بيتعاملوا ازاي ابعتونا على فيسبوك وتويتر وإنستاجرام وواتساب وقولونا هل حصل معاكو ولا ما حصلش حصرت لحد قريب ليكو ولا لا واستنىكم في قصة جديدة بس يكون حقيقية